لم تلتفت السلطات الحكومية لكل التحذيرات بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا في العراق بعد تفشيه في إيران بشكل واسع عدم تعاطي السلطات الحكومية بجدية مع هذه الأزمة الصحية واسعة النطاق كان نتيجته إعلان الجهات الطبية في بغداد حجر 36 عراقيا قدموا من إيران والصين في مستشفى الفرات بعد أيام قليلة من اكتشاف إصابة أحد طلبة الحوزة الإيرانيين الموجودين في محافظة النجف بالفيروس لأول مرة دائرة صحة محافظة نينوى أعلنت أيضا حجر 12 شخصا بينهم اثنان قدماء من إيران للاشتباه بإصابتهم بالفيروس بينما تم حجر 6 أشخاص في محافظة التأميم للسبب نفسه أما هؤلاء الأشخاص فكأنهم في رحلة نقاها هذه لقطات مصورة لعملية نقل ثمانية معممين إيرانيين إلى أحد فنادق محافظة النجف ليلا من أجل الاستراحة وقضاء الوقت رغم أنهم مصابون بفيروس كورونا قبل إرجاعهم إلى المستشفى صباحا لاستكمال العلاج وعلى الرغم من كل التحذيرات من انتشار الفيروس في مدن العراق ومطالبة مفوضية حقوق الإنسان السلطات بإيقاف العمل في جميع المنافذ الحدودية وتجديد الرقابة عليها ومراقبة العمالة الوافدة والاستعداد للحالات الطارئة وتوفير مسلزمات الوقاية الضرورية إلا أن الحركة التجارية بين العراق وإيران ما زالت تسير بشكل طبيعي ومعظم الحدود مفتوحة أمام الوافدين من هناك ويبدو أن السلطات الحكومية لا تعي حجم المخاطر الناجمة من استمرار الإهمال وفتح الحدود لا سيما بعد اتساع رقعة انتشار الفيروس عالميا عقب إعلان كل من إيران ولبنان وإيطاليا ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس فضلا عن الصين موطن الوباء وأكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تسجيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في نحو 40 دولة